توالت ردود الأفعال حول خطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك حيث أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فاتوح بخطاب سيادته مؤكداً أنه الرواية والحقيقة التي تمثل شعبنا في جميع أماكن تواجده حركة التحرير الوطني فتح بدورها قالت إن الخطاب مثل المعاني السامية لقضيتنا ونضال شعبنا التاريخي وأن مضامين الخطاب لها دلالات تحولية كالتشبث بالحق الفلسطيني مؤكدة على أن انسحاب وفد الاحتلال أثناء الخطاب يدلل على وهن الرواية الصهيونية الزائفة وأن المساعي التي يقودها سيادته من أجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين أضحت قاب قوسين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب نصر أبو جيش أكد بدوره موقف الحزب الداعم لخطاب سيادته الذي حمل فيه المجتمع الدولي معاناة شعبنا وأن الكلمة قيمة جداً وشامخة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني من جهته أكد على أن خطاب السيد الرئيس اتسم بالشمولية ووضع العالم أمام مسؤولياته معتبراً دعوة سيادته لعقد مؤتمر دولي للسلام تحولاً تدريجياً من عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب وذلك من شأنه توفير مناخ جديد لحل النزاعات وفقاً للقانون الدولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي قال إن خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعها أمام تحدي واضح وصريح واعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أن الخطاب شكل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بالكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قال إن خطاب سيادته جذري وشمولي حيث عبر سيادته عن تمسكه الكامل بالثوابت الوطنية وطالب العالم بإنهاء الاحتلال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني أشاد بخطاب سيادته ووصفه بأنه كان جامعا وشاملا وقال منسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة العنصرية ودعم حقوق شعبنا رمزي عودة إن خطاب السيد الرئيس دبلوماسي ولاقى قبولا واسعا على المستويات كافة زاهدة بدر تلفزيون فلسطين